طبعا حضرتك منتظر حديث عن مباراة انجلترا وهولندا وحلاوة لامين يامال وصعوده بالمنتخب الاسباني الى النهائي وهو في سن الست عشر ولكن هي اولويات انا اولوياتي الانتقالات يعني مهناتي اسيب مهناتي واسيب الحلقات اللي شغالة ونمسك في البطولة العرة دي هنيجي لكل الكلام الحلو وبطولة اليورو في حلقة الجمهور اللي انتوا تستنوها كل جمعة الساعة 3 حديث شايق ومميزة مع حبيبي اصدقائي عمر خالد وجوفي القاعدة اللي انتوا متعودين عليها بالاضافة الى انه هيكون ان شاء الله الامور كده تتيسر معنا وانه هللكو عن الحفلة الجديدة بمعادها الرسمي لحفلة الجمهور السنوية في مصر اما النهاردة فحديثت عن الانتقالات شايق جدا فكلما قربت النهاية لليورو كلما زادت الانتقالات وزادت الاشعاعات وزادت الحلقات لحلقات رزع الانتقالات فتعالوا النهاردة نشوف صفقة ريال مدريد الجديدة اللي بيحارب عليها كل قدية اوروبا واللاعب نفسه مقطع شرايينه عشان يرفض كل العروض والاموال اللي بتتحدث عليه في مقابل حلمه الملكي اما عن برشلونة فاتحدث اخيرا ورسميا عن نيته اللي شراء اللاعب انيكو ويليامزا بعد الثنائية العظيمة اللي معمولة في منتخب اسبانيا حتى الان طبعا ما اتكلم على الامين يا مال مش واضحة الدوري الايطالي اللي انفجئني جدا استنادي وعمل احلى شغل في حلقات رزع الانتقالات والفلوس بتتحدث يمين وشمال تشيلسي لا تتوقف عن الصفقات ومانشستر الناحية التانية اكتفت بالصفقات الادارية في الحلقة اللي فاتت اتكلمتوكو عليها ارجع شوفها لو مشوفتاش وابتدت في الصفقات الحقيقية داخل الملعب كل الاخبار المهمة رزع اللي بتخصها اندية اوروبا بما فيها الدوري السعودي اللي داخل يلغوش كل حلقات الانتقالات زي ما متعودنا هتسمعوها مني النهاردة في حلقة الانتقالات الحلقة الاسبوعية اللي بتأتيكم برعاية تأسيبك من فابريسيو وانت عارب بقى اكتب في الكومنتات اعمل لايك لو بتحب الحلقات دي تستنيها كل اسبوع ورونا حبكو ده اللي دايما بتورغونا في الكومنتات وفي الدعم السوشيال ميديا موجودة تحت تابعونا في كل حيث تنغرق الناس رزيعة ولو انت اصلا واحد مش من الرزيعة فعيب عليك لحد دلوقتي اتزال اشترك في القناة يلا جماعا زوق بقى حلم الرزيعة يوصل على اليوتيوب لتنين مليون بقى السنة دي بقى عايزين نخلش بقال جاية متباية قلش عليها انا اعملهم حاجات حلوة ادام حمسهم عشان تحدي ثلاثة في واحد وكل حاجات رجع عالوة جديدة او انتبه لك وشك مقاير كده ليه دخلنا بالانترو اهلا بكم يا رزيعة فحلقة جديدة من حلقات رزعها الانتقالات وكالعادة ودائما ارسنال في صفقة مدمرة في صفقة خطفنا بيها نجم اليورو كاليفيوري قلتلكو الحلقة اللي فاتت لو خدتوا بالكو كده ريال مدريد منتبه ليه بشدة ولكن ارسنال في الطريق عشان تبقى تنتبه للحلقات اللي فيها لوجوات بتطلع والراجل ده بيقعد يتعب ويحطها مش بنحطها كده اصلا لو ملهاش لازم الراجل ده مش هيتعب ويحطها لكو في الحلقة لوجو ارسنال دخل حارب بالدنيا وعرض عليه المشروع الرسمي كاليفيوري للبعض اتوقع انه ممكن يكون جاي يلعب كبديل لسنائية جابريال وسلي بحب اقولك اطلاقا هو جاي في مركز الليفت باك المركز اللي احنا بينقصنا فيه قوة مهمة جدا بالاضافة انه لعب عنده تنوع ممكن يلعب في السنتر باك ممكن كمان يلعب لك في نص الملعب الدفاعي الراجل عنده اسلوب مختلف جدا وتنوع في المهام اللي بيعملها وده اللعيبة اللي ارتدتا بيحبها بلونيا كمان عجبتني جدا لما مدت كتف قانوني كده لليوفي اللي راحت قالت لهم كفاية او تياجو موتة مش هتاخدوا مننا حد تاني ونفضل بيعه برا الكالتشو اما عن البديل اللي هيطلع من الفريق مؤكدا الكلام بيتقال انه كيفيور انا نفسي كنت اتمنى رحيل زيتشينكو لكن كيفيور عليه طلب وعليه طلب من اليوفيو من اندية ايطالية كتيرة جدا اما المؤكد رحيله فهو نونو تافاريس الباكليفت اللي كان معارع الموسم اللي فات والسنة دي خلاص بيخلصه معا نادي لاتسيو عقد ممكن يكون اعارة عقد ممكن ارسنل يحط لسه بيتفاوض على باي باك لوز اللي هو يبقى عنده اولوية الشراء وانه هو يتفع على سعر معين يقدر يشتري بيه في اي وقت ودي حاجات جيدة جدا يضمن النادي حقه في اللاعب اما عن كتيا فعليه كلام من مارسيليا الراجل عايز يضمه بقى ويعمل سنائية بقى ايه 2018 دين كتيا ووباميانج هناك في مارسيليا مع ديزربي القائد الجديد يا باشا شيل شيل واشرب اما عن الصفقات والاشعات اللي بتقرب جدا اثنين لعيب الارسنل هو لعب ميكيل مورينو لعب منتصف ملعب نادي ريالسو سوداد والمنتخب الاسباني حالين بينزل كده كل اخر ربع ساعة في المطشاطة تلاقي بيسخن رجله الراجل مميز جدا الراجل عنده خبرة طبيرة جدا في الدولي الاسباني وشايف ارتتا انه هو اللاعب الاسباني اللي بينقصه في نص الملعب اما عن مركز الجناح فبراين بروبي لعب نادي ايكس صاحب الاثنين وعشرين سنة لعب مرشح انه هو يقبل يكون دكة بيلعب يمين بيلعب شمال يتناول كده الادوار مع بكا يوساكا على مارتينيليا على تروسر ديبقى عندك تنوى منشستر يونيتد شغال فعال اقسم بالله احسن مما توقعت بكتير بعد الصفقات الادارية النهاردة بيخلص على طول زي كيرتسي بيخطفوا من بق نادي الميلان باربعين مليون بيخلص لبلونيا على طول فلوسه واللاعب على طول بعد اما شاف عرض منشستر يونيتد لقى نفسه مكيف اكتر انه يروح للدوري الانجليزي وعراقة اسم يونيتد وطبعا العلاقة المريبة الهولنديا اللي هم يحبوا بعضهم عارف الناس اللي اتشغل بعضها دي هو الهولنديين كده قالك كمان ايه بيخلص خلاص ديليخت وافق منشستر يونيتد انه يدفع 45 مليون يورو مطلوبة من نادي باير ميونيخ في لعبها واللاعب موافق جدا انه يفضل بععده ولكن في نادي منشستر يونيتد بعد تخفيض الأمور اللي حصل في باير ميونيخ ده بالاضافة الى ان نادي منشستر يونيتد بيفاجئ العالم ان ديليخت بيخلص اه بس احنا عايزين سنتر باك عالمي اخر بعد الكلام ان خلاص زي ما قلتلك الحلقة اللي فاتت ان فاران راحل بشكل مجاني مليون في المية فكمان عرضوا على برايث ويت مدافع نادي ايفرتون اللي حطيته في تشكيلة الموسم اسهموا علية مننا فجأة انا اسف ده ما يخصنيش ولكن النادي رفض له عرض بقيمة 45 مليون تقدمت من منشستر يونيتد الكلام ان منشستر عرضت قبلها عرض ب40 وترفض والكلام انهم ممكن يوصلوا لخمسين مليون ولكن شوف ولكن دي اللي اتجاه راح على طول على ليني يورو مدافع احلام جمهور ريال مدريد اللاعب طبعا اللي بيحلم هو نفسه ان يكون واحد من المنظومة زيه زي اي لعب في العالم في سنه الصغير ده بنتكلم في خمسين مليون معروض على نادي لييل من منشستر يونيتد اتوافق علي امن النادي اللي هو يا ابني انا مرضي وديك منشستر دفع وخلاص اللي احنا عايزينه ريال مدريد لسه متكيه على الصبر ومش هينفع كده اللاعب مخلي منشستر يونيتد وطلع نفسه انكر اكاونت كان مكتوب على تويتر ان هو بيرفض منشستر يونيتد وقال لهم يا جماعة كل الكلام ده يعني مش مضمون الواد برضو ايه مش عايز ايه الحاجتين يروح اللي هو لو ريال مدريد معرضتش اعرف اروح منشستر مش هافضل مزنوق في الدوري في فرنساوي ولكن اللاعب بيتحارب عليه من كل الاندية ليفر بول مستني تشيلسي كمان بصص عليه انبيه كتير جدا في اوروبا ولكن يبقى الامل القريب جدا لو عرض على طول حتى لو مبلغ غال ان اللاعب يوافق على عرض مدريد ويقنع ادارته ان هو يروح هناك جوني ايفنز جوني ايفنز بيقدموله عرض جديد في سنه ال 66 تقريبا 65 حفر رينج ده الراجل جاي له عرض جديد بعد ان كان احد افضل المدافعين في المسم اللي فات هي ارزاق هو يا سبحان الله توني مع الرادار منشستر يونيتد بعد انما ارسنال انسحبت بعد انما الاندية كتير انسحبت نظرا لي المراهنات اللي داخل فيها والوقف اللي بيتعرض له وشخصية اللاعب اللي ممكن يكون عليها جدل كبير بيضغط منشستر ان هو ماشي نفسك باربعين برينفورد لسه مصمم على الاقل على 60 مليون ولكن منشستر بيضغط انها هتودوا المواجمين دول كلهم زكيرتسي وتوني وعندوكوا اصلا الواد هويلان فيه اخوان شكل فيه فلوس شكل دخلهم فلوس دي حرام دي ولا ايه اما عن ميسون جرينوود فاكرينوا اه هو لسه على سجلات منشستر يونيتد بيحاولوا يسربوه يعني دلوقتي مارسيليا بتحارب عليه حرب فرنسية مع نادي ليون اللي اتنين بيقربوا جدا من اللاعب اللي اتنين شايفين ان يعني مبلغ 7-8 مليون كافي جدا لقعارته ثم تلبيسه لمنشستر يونيتد في تلبيسة كده منشستر يضمن حقه لو اللاعب تباع يبقى ليهم فلوس في باعة اللاعب اما عن شلسي قلتلكوا على الزربيح الاربع خمس لعيبة اللي جابوهم الحلقة اللي فاتت الحلقة دي باعوا واحد منهم تقول لي يعني يقولك يعني الواد مارك جوي يعني قال لك روح اسبانيا تعالى من ان جاء اسبانيا روح اسبانيا قال لك ايه ده فيه يا اخوان قال لك لأ ما ده جايبينو عشانه طلعه عارة لنادي إيشبيليا السنة ياخد خبرة في الدور الاسباني ويرجع لنا استراتيجي كم ما ماشيين باستقانى ماليش دعوة تماما جابوا الاسبوع ده لعب اضافي اسمه ريناتو فيجا ريناتو فيجا دفعوا فيه معلم كام ريناتو فيجا انا شخصيا ما كنتش اسمع عنه دفعوا فيه 14 مليون النادي بازل راجل بيلعب ليفت باك راجل بيلعب سنتر باك راجل بيلعب منتصف ميدان يبدو لعب كويس رب انا وفقكم انا معرفش الاستراتيجي دي راحة فين بس احنا انا تماما انا بقول لكم لانتو بتعملوه اما عن اللعب ستيرلينج فمرشح ناحة تانية للخروج من نادي تشيلسي عايزين يودو النادي الاهلي في السعودية مهتم بي جدا خصوصا ان النادي الاهلي بيفقد ألن سان ماكسيماء الى نادي فانر بخشا التركي كان اول صفقات جوزي موريني وبعد ان تولى القيادة هناك في الدوري التورك اما لو رجعنا لرادار تشيلسي فهنلاقي ان اللاعب اولمو المتميز جدا المتقلق بعد اصاوة بيدري مع منتخب اسبانيا الراجل عنده شرط جزائي بيخلص الاتنين بعد اليورو بيوم فتلحق تبعط له الفاكس تلحق تعمله الميديكا قبل اليورو ده شيء اعتقد انه هيبقى صعب جدا ولكن الشرط الجزائي بقيمة 60 مليون يورو فقط فلاعب قلب الدنيا في الفلوس الزربيحي اللي بتتصرف اشوفه مبلغ فار جدا على قلمه اما من نفس الدوري فبيبصوا على كريم الايديني لو كله اي لاعب اتلاقيه متاح دلولة شيلسي داخلها تلعب او تشتري في الصفقات يعني كريم الايديني عنده بيقولك دلوقتي مبلغ ماد دي يقدر بـ 25 مليون تقدر تقنع دورتمون في اخر سنة لي بدون ما يجدد عقده ان انت تخلص فيه الجناح الشاب اما عن السيتي فقريبا جدا هنسمع عن رحيل الحارس الاستوري لمانشستر سيتي ادرسون اللي جاي لعروض كتيرة جدا من السعودية ابرزهم من نادي النصر اللي بيتكلم ان هو قابل جدا علو يعني المرتب اللي هياخده بالاضافة الى عقد طويل الامد عكس منشستر سيتي اللي مش قادر يقدم له السنين اللي جاي عقد كبير وعقد مميز جدا نظرا اللي بيقدمه خلاص في اخر سنين وكبرى سنه ولكن المفاجأة تيجي ان السيتي مش هيدور على حارس واعلنوا رسميا ان الراجل اورتيجا هو الحارس الرسمي في حال رحلة ادرسون عن الفريق ولكن بيبصوا على باكليفت بيبصوا على تيو هيرناندز من الميلان مقدر بستين مليون لسه جوارديولا بس بيحسب يجيبوا ولا لأ موافق عليه ولا لأ عشان يديهم الجرين لايت انهم ينطلقوا وبيتكلموا على انتوني جوردون من نادي نيو كاسل الجناح طبعا الانجليزي المقدر بستين مليون ليفربول حاولت تروح للعب قبل بدء الملف الصيفي وموسم الانتقالات ولكن لأت ان الطلبات بتاعة نيو كاسل هتبقى في العالي قوي عليهم وعلى سيرة ليفربول ليفربول من الناس اللي مستنية في صف نيكو ويليامز والله لو برشلونة يابني معرفتش تخلص معاك وده هنجلها في نهاية الحلقة انا موجود ومستعد ده دفع تماما الـ 45 مليون الشرط الجزائي معاهم يلماز نجم منتخب تركيا الجناح ايضا اللي بيلعب مهاجم اللي بيبقى ليه كذا شكل في الشكل اللجومي تقدر ان انت تستخدمه به هو مرشح ما سجلش ولكن كان من اللعيبة المميزة مع منتخب تركيا اللي تلعب بصعوب الصفقة وكذلك على السيرة توتنهام بعد اما خلصت صفقات كلمتكم عليها النهاردة كمان بيتكلموا على جيكوب رامزي لاعب نادي اسطنبيلا المقدر بـ 35 مليون لاعب منتصف الملع لاعب صغير عنده 23 سنة عنده خبرة ولعب مميز جدا وانا بسق تاني في خيارات بوست كوجلو نادي نيوكاسل بيتكلم مع نجم جورجي الاول ومش بكلمك على كفرستخيلية بكلمك على اسم اصعب منه بكلمك على جيورجيس ميكاتاتزي طبعا شوفناها في بطولة اليور عجل الواجب يعني الله خربت اسميكو يعني انا لو والله العظيم لو الواجب ده كويس هرفض ان هو يجي نادي عن ما هي مش ناص يا جدا عن عقدنا في كفرستخيلية ده عدنا اربع شهور عبال معرفنا نقول ويخربت كده وستهام بتخلص صفقة باربعين مليون الدوري الانجليزي اقسم باللمقة من قريش كده وبص وستهام اللي انت مش حاس بيادي اربعين مليون لوولف زختها على طول في الدوري الانجليزي في اللعب كلمان المدافع ذو الخبرات عنده سبعة وعشرين سنة في الدوري الانجليزي كبيرة جدا عشان يدعم صفوفه السنة اللي جاي البايرن كلمتك ان هو خلاص ورق بيخلص وخلصت عبال ما عملنا الحلقة اللي فاتت خلاص خلص ايتو مدافع شتوتجارد ثلاثين مليون خلص اوليسي رسمي خمسة واربعين مليون من كريستال فالس وبيخلص اكيد لعب باولينا من نادي فلهم باربعين مليون ولكن كيميتش مازال على الرادار كيميتش دلوقتي بيتكلم مع نادي باريس سان جيرمان اللي يقدر يوفر له فلوس اللي جاهز تماما على طول بدماغ انريكي ان هو يضم الخبرة الالمانية في منتصف ملعب كله شباب بيطلع منه اوجارتي سمعين ان هو مرشح بقوة ان يطلع من نادي ايضا باريس سان جيرمان منشستر وانيت المستعد يسمع اندية كتير منهم تشيلسي طبعا هتلاقي نقطة اللي هو اهلا اهلا واذا هبل اقسم بالله العظيم عايشين في البلح ولكن زي ما كلمتك كتير في حلقات الانتقالات انه كلها كباري مستنين اوجارتي يطلع عشان يقدر ينفذ صفقة جواو نيفس من نادي بنفيكا بتسعين مليون يورو بنفيكا دول وحيات ربنا عارف الناس الست اللي تنزل السوق تعرف تفاصل تعرف تبيع بضعيتها ايه يا بنفيكا يعرف يخزو كل خزو احلم ويضرب في تسعين مية مايو عشرين اجمدي اه بحترم بنفيكا بصراحة ادخلك على ايطاليا ايطاليا الشغل حلو فيها والشغل انفجئني تلاقي ان اليوبي بيخلص صفقات كتير تلاقي ان ايضا بيتكلم دلوقتي على توديبو اللاعب المدافع من نادي نيس الفرنساوي لعب عنده 24 سنة مقدر الصفقة ب35 مليون عشان يعوض دي لخت اكيد اللي انا كلمتوكو عليه في اول الحلقة وكذلك بيتكلم مع سانشو بجدية وسانشو كمان مرحب جدا باليوبي وشايف ان الدوري اللي طالي هو وجهته اللي ممكن ينجح فيها الموسم القادم تحت قيادة تياجو موت ولكن اليوبي بيحاول يدخلوا صفقة انتقالية مع كيزا كيزا اللي عنده عقد دلوقتي وقيمته المادية بتساوى ب25 مليون فقط لعب مجاني تقريبا لعب لو دفعت فيه حتى ل3540 تقدر ان انت تاخد الرزق في لعب لما بيتحطط منظومة نكحة بيبقى لعب مختلف تماما في المنظومة الهجومية فهذا هيقدروا يستغل للصفقة دي ولا كيزا يفضل نادي اخر غير منشستر يونيتد وتبقى صفقة سانشو رايحة لوحدها وكيزا خارج الناحية التانية في صفقة اخرى تماما لوحده نادي الميلان بعد ما ضع منه زي كيرتسي من منشستر يونيتد كلمتوكو عليه بيفكر دلوقتي في موراطة اللاعب اللي غير مرحب به في منظومة اتلتكو مادريد جاله عروب من السعودية هو رفضها ولكن هو يفضل تجربة الكالتشو راجل هيدديهم خبرات راجل هيدديهم اشياء مهمة لنادي قد الميلان دلوقتي ما هواش محتاج حاجة احسن من كده تعوض للاعب زي جيرو تعوض له خبرات كتيرة من اللي سابته في مركز الهجوم ايه رأيك انت في موراطة كمواجب ملط صح انا بقول كده بيقولولي ليه ومش ليه مراطة عامل مراطة لاتسيو لاتسيو بيبيع اخيرا ايموبلي تخيل الدنيا ايموبلي بعد 8 سنين حفظه وشايفه وعارف الجون اللي بيجيبه وعارف احتفالته الراجل بيقرر ينتقل الى بشكتاش في الدوري التركي بعقد يمتد الموسمين هنشوفه فيها الاجواء التركية هيشتغل ظن الدوري هيكون اسهل كمان عليه نادي اتلانتا بيخلص اللعب زانيولو بيرجعه مرة اخرى الى اجواء الكالتشيو من نادي ااستون فيلا كان معار طبعا من اصلا نادي جلت سراي التركي بيقدر يخلص فيه في صفقة تمت ب7 مليون يورو لمدة موسم واحد عن طريق الاعرة وبعد كده يقدر يسدد 20 مليون عشان يقدر يجيب اللعب بصفقة تامة نابولي بيخلص ايضا صفقات تحت قيادة كونتي فبيخلص بنتزولا من نادي روما في عقد كان مجاني بعد ما خلص عقده بيخلص اللعب رافا مارين مدافع نادي ريال مدريد بصفقة تمت ب12 مليون وريال مدريد اكيد مأمن نفسه في ان اللعب ده لو اتشهر او بقى حاجة نقدر نرجعه ايضا بمبلغ قليل تماما وليل اولوي اما عن ثالث لعب هو الاغلى وبيخلص اللعب أليساندرو بونجورينو حاجة يوس كابتشينو خالص يعني حاجة ايطالي يموت 35 مليون اتدفعوا لنادي تورينو في ايطاليا عشان يتمم ثالث صفقاته كونتي ومازال بيتكلم مع لوكاكو عشان يكون الصفقة الرابعة اما عن نادي روما فبيخلص اللعب انزو لي في معرفوش 23 مليون لرينس بيتكلم ايضا مع اللعب امري تشان من دورتموند بصفقة 10 مليون اه دي حلو وعارفين هو معروف وخبراته بتاعه ويمشي معك في روما بشكل لطيف 30 سنة وشعره ما بيت اتنعكش حاج جميل اما ثلاث الصفقات اللي بيتفاوضوا معاه فهو يوسف النصير العبنة المغربية العربي في صفوف نادي ايشبيليا جايلوا عروض كتير جدا من السعودية بتغريه ان هو ينضم اليهم ولكن لسه الحلم الاوروبي موجود فهليقبل بعرض نادي روما ام يتجه الى دوري روشن الانتر بيعمل صفقة اهم بكتير من صفقة زيلنسكي اللي جي مجاني من نادي النابولي بعد ما انتهى عقده وهو تمديد عقد انزاجي لمدة موسمين لـ 2026 وبشوفه هو الاساس في النجاح اهم من اي صفقة لنادي الانتر تقدر تضمن فيهم الدوري على اقل مرة كمان واخدها مني اما لو جينا الاسبانيا من خبر لعب اسباني ممكن اقوله ولا لازم اندية اسبانية ستياجه اعتزل المطش ابتدى ستياجه اي اعتزل الرجل كان بيتصاب كتير هو كان ممكن يقدم حاجة افضل ولكن لما بسيت على سجيله بصراحة هو ما خلاش بطوله مكسبه شريف اللي هو لا تمام انا مرضي واكيد هو كمان مرضي تياجه اعتزل رسميا بعد اساباته المتكررة في اخر نادي ليه كان في ليفر بول اما عن نادي جيرونا جيرونا اللي رحنا عندنا علاقة معهم لازم نتكلم سابه اليكس جارسيا لباير ليفر كوزن في صفقة كانت مهمة جدا للنادي ان هو يترك اهم لاعب لي في المنظومة ولكن بيدخل بداله دوني فاندي بيك فاندي بيك المغري بالنسبة لي تخيل الصفقة دي ادام تمت بكام قول اي رقم نص مليون خمسمية اقسم بالله ما تعرف تخش بيهم من نادي القال لو طلبت علي معلول هنطلب سبعمائة الف في سنه ده لو طلبت امام عشور هنقول لك خمسة مليون دول لا العسارة ولعت فمصف النوع يجيب لعب هولندي كان بيلعب في المنتخب الولندي مجابي من منشستر يونايتد الودة ايه تعطى بوضر عندوك ولا ايه اللي حصل ما تفهمش المستوى تراجع لدرجة نص مليون دينوا مروحة عليهم هدية بس اقل لك الصفقة ايه ممكن توصل لخمسة مليون لو ايه اللي هو حاجات سهلة قوي اللي هو لو لعب ماتشين لو دخل الحمام اربع مرات حاجات اللي هي العبيطة دي ولكن المهم في اسبانيا اكيد هو العملاق برشلونا والعملاق ريال مدريد برشلونا اخيرا تلع لبورت وتكلم على نيكو ويليامز قال لك انا احنا عجبنا جدا اللاعد ونقدر نسدد خمسة واربعين مليون ايه ونقدر طب ايه طب ايه بقى يا حليلة يعني جمهور عايزه وهو عايزك وانت عاجبك والود ابوها موافق مستني ايه ما تروح تتخلص يا ابني ده املك الوحيد انك شفت انبابي يوقف الناحية التانية ولمين يامال ونيكو ويليامز شغالين على الاطراف ما شفتش حاجة ما شفتش ان ده ممكن يكون الحل الوحيد ان السناية دي هي اللي تنقذك في الحرب اللي بتحصل جنبك اعمل حاجة اما عن جواو فليكس فالحياة ضلمت قلتلك مش هيستقبلوه في قتلتك مصدقتش كلامي بنفيكا بتنقذ خيل بنفيكا من قتلتكو اللي برشلونا اللي بنفيكا اللي هو ايه يا اخوانا بنفيكا يتلو بصنا الحل الوحيد لا قدر اخلصك دلوقتي خلي قتلتكو تدفع جزء وانا جزء من الفلوس ونمشي نفسنا كده لان ما فيش حد عايزك فهل يوصل بالحال انه هو يرجع البرتغال كموهبة لسه صاعدة ولا ينقذ حياته جواو فليكس ويتجه الى الاندية اللي تستحق فيه اندية كتير يبص عليه ولكن ده العرض الوحيد اللي متقدم له على الترابيزة حتى الان ريال مادريد ريال مادريد هو تحتها مبابي بس الحقيقة ما فيش مبابي لا يعني هو فيه ايثان مبابي بس ايه ايثان مبابي رح من باريس سان جرمان لنادي الليل رح ليل اه رح ليل بمليون ونص شوف شوف الدنيا شوف نفس البطل واحدة خلفت واحد ب300 مليون وفيه واحد بمليون ونص فما تحقتش على خوك ما تبصش لخوك فريز وهو حد بيطلع كده باجتهاده وحد اخره مليون ونص هي الدنيا وهذه هي الحلقة يا رب تكون الحلقة عجبتكم انا فيه حاجات ما قلتهاش بس عشان وعدتك ان الحلقة زي دي 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 شامب جدد في فرنسا في 2026 زيدان مش لاي ممكن اقول لك بقى زيدان ونتكلم في الاندية اللي ممكن يروحها سانا حسن منك ادهم وانتو كمان خلوك احسن مني اعملوا لايك لو الحلقة عجبتكم ولو ما عجبتكوش اعملوا لايك احنا عارفين في الاخر بنعمل ايه اشتركوا معنا في القناة خلوكم طبعينا دايما نفتحوا التنبات عشان تجيلكو اول باول الحلقات وكفية يا رازع اوي لحد كده في حاجة مورتاج هلو سيفل ايفل متعدش ببصني